وقد شكل التعاون العسكري المشترك بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة شقيقا سجاما دائما يؤكد على عمق العلاقات التاريخية ونموذجيتها وما يجعلها بل يجعلهما قادرتين على مواجهة مختلف التحديات التي تهدد أمن المنطقة انطلاقا من القناعة الراصخة بوحدة الهدف والمصير ترتبط مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعلاقات استراتيجية راصخة طويلة الأمد لها جذور تاريخية متينة تمتد العقود طويلة ويعززها الانسجام الأخوي والإيمان بأهمية العمل الجماعي بين الأشقاء في مواجهة متغيرات البيئة الأمنية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة حيث يشهد التعاون العسكري المشترك تطورا مستمرا يستند على إرث من الخبرات العسكرية المتراكمة والقواعد الصلبة بما يمتلكانه من قدرات عسكرية متطورة للعمل المشترك على نصرة الحق والعدل ومواجهة مختلف التحديات التي تهدد المنطقة صور التلاحم بين الأشقاء يعبر عنها هذا التعاون العسكري المشترك ويجسدها المفهوم العملي لنهج التعاون الأخوي في خدمة القضايا والمصالح العربية فتأتي هذه الزيارات المتبادلة بين القيادة في البلدين الشقيقين لتعزز من هذا النهج المبارك وفق توجهات سامية من القيادتين لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتجسدا لهذا الحرص يأتي إجراء سلسلة من التمارين المشتركة بصورة دورية للارتقاء بمستوى الآداء القتالي ودعم القدرة الدفاعية فهذا التعاون المشترك جاء وفق جملة من الخطط المنظمة التي تقوي التعاون العسكري الأخوي المشترك بين البلدين الشقيقين هذا وتساهم هذه التمارين العسكرية المشتركة والتي تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإغليمية في توحيد التوجهات والمفاهيم المشتركة في الشأن العسكري للاستعداد والوقوف في وجه التحديات في المنطقة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين